نذكر لكم رواية فيها الفائدة الكثيرة إن شاء الله في هذا الحقل قلنا بأن مؤسسات المجتمع المدني تصنع ثالثا وتهدف ثالثا إلى أن تكون الموازن الاستراتيجي لقدرة الدولة وتكون درعا حصينة أمام اختراقات الدولة لحقوق الإنسان لاحظوا الرواية ماذا تقول أيضا هذا كتاب الوسائل قال في كتاب السرائر عن الإمام الباقر عليه الصلاة وأسك السلام من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل آجر الثقلين الجن والإنس ومثل أعمالهم هذه الرواية نتوقف عندها قليلا لأن الوقت لا يسمح لنا بالمزيد من مشى تارة شخص واحد يمشي إلى سلطان جائر تارة مجموعة تنطلق إلى سلطان جائر تارة تخرج مظاهرات هذه كلها مشمولة لهذه الرواية إما لفظا وإما مناطا أو ملاكا الآن سلطان جائر ما يسمح لنا أنه نمشي نروح ندخل إلى قصره أكثر المستبدين هكذا منه من أحد الناس بل حتى المفكرين يستطيع أنه يروح يطرق بابه فلان حاكم جائر في ليبيا أو في البحرين أو مكان آخر يروح يقول له الحقوق والواجبات ويخوف من الله سبحانه وتعالى بدون أن يرمى في السجن لا يسمحوا له الطريق شنو هو حيث لا يسمح لك بأن تدخل إلى قصره أن يخرج الناس زرافات ووحدانة في مظاهرات عامة ضد ذلك الحاكم الجائر من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين الجن والأنس ومثل أعمالهم حقيقة أجر عظيم قد يكون من أسباب هذا الأجر العظيم تشجيع الناس على ذلك لأن الناس يتثاقلون الناس حقيقة يخافون من أنه يروح يخاطب السلطان الجائر ويناقش ويحاسب ويعاتب بل يعاقب أيضا بأنه لا يصوت له لذا الله سبحانه وتعالى قرر أجرا عظيما من فلسفة ذلك لكي يتشجع الناس على ذلك